على بعد ساعات من إمكانية تشكيل الحكومة العتيدة بعد الدفع الخارجي الذي هز هذه المرة متاريس التعنت والنزاع السياسي للطبقة الحاكمة فغلب التفاؤل على التشاؤم والعرقلة ليكون الأربعاء غدا موعدا حاسما من ناحية التشكيل أو من ناحية استعار أزمة الحكم ومن خلفها كل الأزمات أكثر فأكثر على مقلب آخر يعود ملف المحروقات ليحرق عصاب الشعب اللبناني أكثر فأكثر مع حديث عن تجدد الأزمة وغياب آلية رفع الدعم حتى الساعة أما الغاز الموعود من مصر فالأردن مرورا بسوريا وصولا إلى لبنان أجبر الطبقة السياسية أن ترضى بكثير من الإزلال أمام جانب السوري وصورة الاجتماع بين وزير خارجية سوريا فايصل المأدد ونائب رئيس الحكومة اللبنانية زين عكر في غياب العالم اللبناني أكبر دليل على تقدير الجانب السوري للبنان ولهذه الطبقة السياسية كل هذا المشهد يدل على أننا لازلنا نغرق في هذه الدوامة من الأزمات والمشاكل التي سوف نناقشها اليوم في هذه الحلقة من مشاهة المساء مع الأستاذ المحاضر في جامعة القديس يوسف والخبير في شؤون النفط والغاز الدكتور شربل سكاف دكتور يعطيك العافية وأهلا وسهلا فيك ضيف عزيز وعالم بصوت لبنان مساء الخير سيز مروان إلك كل المستمعين يعني وإحنا بشرفنا عطول نكون من هالمنبر من هالإزاعة يلي هي فعلا صوت الحرية والكرامة كما عوادتنا دائما وإحنا بنشكرك على حضورك بنعرف أنت جاي اليوم من زحلة ومنعرف المعاينات اليوم تبع الشعب اللبناني اللي قاعد مثلا بالمناطق أو بالمحافظات أو بالمناطق الأطراف اللي فينا نقول عنها بيظل هذه المركزية وصعوب التنقل وخاصة بعد يعني رفع الدعم وأضف إلى ذلك اليوم وضعية الطرقات يعني وضعية الطرقات صارت خطر دائم وداهم على الشعب اللبناني يعني للأسف السيد مروان ما بيكفينا من الأزمات الموجودة كل يوم نشوف أزمة جديدة وكل يوم نشوف هالإهمال المتراكم من قبل المسؤولين عنها يعني قصص بديهية ما عم فينا النظمة كيف الأصص كبير يعني مش نايك ما منسغرب كيف وصلنا لهوني إنما حان الوقت لنقول كلنا سوا كفة لأنه ما بقى فينا نكفة هيك يعني حالة انتظار أطولية حالة انتظار فعلا يعني ما بقي شيء أنا برأيي اليوم فعلا بده الشعب اللبناني ياخد قرار استراتيجي بالقيام بالبدء فورا بانتفاضة كبيرة لتغيير الواقع وإلا الآتي أعظم وأسوأ بكسير يعني اللي بيشوف بس تنفوت ندفي بهالموضوع اللي بيشوف وضعية الطريق من يعني من بيروت وصولا إلى زحلة وخاصة يعني المسافة الممتدة من الضهر البيدر مثلا وصولا إلى زحلة وكل البقاع بيعرف وضعية هايدي الدولة كيف ويمكن هايدي ما يصر له صيانة يمكن لبعد عشر سنين لأدام بسبب ارتفاع سعر الصرف هوني منسأل أين المليارات التي صرفت على الوران التحتية أين المحاسبة أين المرائبة يعني معقول اليوم يعني عنا طريقين أساسيا بلبنان هي الطريق اللي بتربط شميل بجنوب وطريق بتربط بيروت بالحدود السورية بالبقاع طيب معقولي هالطريقين بظرف 30 سنة بعد الحرب ما قدرنا زبطنهم لا يعني كتير هيك بقى أنا الأوان أنه نرجع فعلا الشعب ينتفيد ونحضر البنية اللازمة لحتى نقله بكل الطاولة لأنه غير هيك خلص يعني معاش في شي اليوم نخسره الشعب اللبناني اليوم عم يزال كل يوم بأبسط بدهيات حياته اليومية كفا خلص راح نرجع نفوت بتفاصيل الملفات المعيشية تباعا دكتور سكيف ولكن بدنا يعني نبلش بالموضوع اللي حبين نطرحه معك اليوم كونك خبير فيه وفيه شؤونه موضوع الاستجرار الغاز واستجرار الطاقة اللي بدأت الحكومة اللبنانية التفاوض مع الجانب السوري ومع كل الجانب العربي اللي معني بهيدا الموضوع بعد الاعلان اللي أعلنته السفيرة الأمريكية في لبنان أول شي بدي منك دكتور سكيف ما هو الخط العربي صحيح هيدا نقطة أساسية لأنه كتير عالم اليوم متفاجئ أنه كيف بدى نمص الغاز من مصر إلى لبنان أول شي خط الغاز العربي هو خط غاز يصل مصر بالأردن بسوريا بلبنان وتم الاتفاع على إنشاءه عام 2000 يعني سنة 2000 وقطع هو بأربع مراحل من التنفيذ وأوصل الغاز إلى مصر إلى لبنان عام 2008 كان تالت مرحلة هي اللي وصلت الغاز من الحدود السورية إلى لبنان وهي كانت قامت بتنفيذها شركة روسية تابعة لغازفروم هي اللي وصلت الغاز شركة روسية صحيح اسمها ترانس غازفروم هي شركة تابعة لغازفروم فإذا المرحلة الثالثة من مشروع الخط الغاز العربي أوصل الغاز إلى لبنان بس دكتور بس إذا بتشرح لنا نتفي يعني وضعية هي عبارة عن أنابيب بتبلش بمصر هو أمبوب واحد نعم بيطلع من مصر بيوصل على خليج العربي يعني بيلف عن إسرائيل ومن الخليج العقبي بيوصل على عمان إلى جنوب الأردن برجع بيكفي إلى عمان ومن عمان إلى دماشق ومن دماشق بيوصل إلى منطقة الريان اللي هي بتقع بقرب من حمص ومن حمص بيتفرع الخط إلى دير عمار وإلى منطقة بنياس السورية الملحري الرابعة كان مخطط له الخط الغاز العربي أن يوصل إلى الحدود التركية لا يقل الحدود التركية لأنه من هونيك كيفية نشبك على كل خطوط الغاز القاتية من بحر قزوين والتي تمور بإسطنبول سير فينا عن عدة خيالات صحيح يعني أنت بها الحالة هايدي بها الحالة هايدي بتكون أنت وصلت الغاز العربي بالغاز القاتي من بحر قزوين ومن بحر قزوين بيقطع بإسطنبول وصولا إلى السوق الأوروبي طبعا الملحة الرابعة لم يتم إنجهزة يعني الغاز المصري بيوصل فقط إلى حمص وصلة حمص السلكية لم يتم إنجهزة لأنه لا سببين أولا الربيع العربي أو ما أو اللي بي جميل اللي صار بمصر واللي أدى إلى إيطاحها بالرئيس حسن مبارك ومن ناحية تاني البدء بالحرب السورية عام 2011 إنما الخط هو برجع بذكر بشغل أساسي نحن بال2009 بعيدول 2009 وصل الغاز المصري إلى دير عمار وقطعنا بمرحلة تجربية لحويلها ثلاثة شهور ومن بعدها بستة شهور زار وقت الوزير بدير عمار 100% ووقتها من بعدها بستة شهور قام الوزير ألانتا بوريان بزيارة رسمية إلى دولة مصر ووقع اتفاقية مع الدولة المصرية وكان وقتها من المتوقع أن تصل كمية الغاز المستورة إلى لبنان حوالة 30 مليون متر مكعب يعني هيدا زبدك من الإنجازات القليلة يلي بيّنت التكامل الاقتصادي العربي هيدا قبل الاكتشافات الكبيرة للغاز بالمصر مية بالمية هيدا قبل الاكتشافات الكبيرة يعني اكتشاف ظهور هو حصار سنة 2015 صحيح هيدا عم نحكي كنا باعد بمرحلة تحضرية كانت مصر بعدها منى العقدة الوصلة الأساسية بموضوع الطاقة بشرق المتوسط وهوني أنا بحب ركز على شغلة أساسية يعني هالخط الغاز العربي هيدا بيأكد على أهمية التكامل الاقتصادي بين لبنان وبين عمقه العربي لأنه نحنا بنعرف اليوم لبنان ما فيك تشيله أنت من عمقه العربي ما فيك تاخده أنت لمحل عادي في الجوار ومحيط العرب نحن بتعرف اليوم التاريخ هو أساسي ما فيك أنت تتخلى عن كل الحقبية التاريخية طبعا أكيد وأضف إلى ذلك أن الخطوط الغاز هي خطوط نفوس يعني اليوم أنت ما فيك تتمد خط الغاز خط الغاز ديما نترافق مع نفوذ سياسي اقتصادي طاقوي حتى وقت سقافي من هوني هيدا اليوم فرصة أساسية يعني اليوم مع الدول الأخضر الأمريكي يعني نعطى لأنه نحنا بنعرف اليوم فيه أنون عقوبات أيصر مع الاستثناء يصار هيدا فرصة للبنان يرجع يتكامل مع محيط العربي ويرجع يأكد على علاقة استراتيجية مع دولة مصر يلي هي بموضوع الطاقة لحتكون الهب انرجيك تبع كل منطقة شرق المتوسط وهوني أنا كمان بدي حب ركز على شغل يمكن هذا النزاع الإيراني الأمريكي على الأرض اللبنانية صحيح أنتج هالاتفاق هذا والتسريع فيه صحيح صحيح هو للحقيقة كان فيه تحضيرات من قبل وكانت عب تندرس من قبل أنه اليوم كيف نحنا اليوم بدنا نرجع نوصل الغاز المصري إلى الدولة اللبنانية إنما يمكن في بعض الأحيان في بعض الظروف بتسرع يعني ما في شك ببعض ببعض الأرارات الأساسية أنا في شغلي كمان هوني بدي ركز عليها اليوم نحنا بنعرف بموضوع الطاقة بشرق المتوسط في شيء اسمه منتدى شرق المتوسط هلأ اليوم لبنان ما فيكون فيه كونه العدو الإسرائيلي جزء من هالمنتدى هيدا إنما اليوم الدولة اللبنانية طبعا هي دولة غائلة حاليا منتدى شرق المتوسط للغاز طبعا طبعا إنما نحنا اليوم فينا بمعزل عن هالمنتدى هيدا نبلور علاقة استراتيجية بموضوع الطاقة مع مصر مصر هي اسيز مروان اختروها الأوروبية لتكون هي عائدة الواصل يلي من خلالها لحيقطع كل غاز شرق المتوسط إلى أوروبا ونحنا نعرف اليوم الأوروبيين يصروا على تنويع مصادر الطاقة لأقلون يعني اليوم أوروبا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الروسي ومن مصلحة أي غاز ثاني مهما كانت كامبيتو أنه تبلش تأخذه كلمان لا يستعمل هذا الحصولي بالسياسي صحيح كان أوروبا قدام خيارين إما الخيار التركي أو الخيار المصري الأوروبية اختاروا الخيار المصري عبر إنشاء معامل تسهيل الغاز بمصر يعني شلومبرجي قامت ببناء أربع وحدات تسهيل الغاز بمصر تكفي لتسهيل كل غاز شرق المتوسط طبعا لماذا اختار الأوروبية بمصر لأنه تعرف صعوبة وتعقيدات العلاقة التاريخية بين الدولة التركية وبين أوروبا توجهوا الأوروبية والمستجدية كمان طبعا القضيبة والمتوسطة والمستجدية فإذا الأوروبيين اختاروا بشكل أساسي والستراتيجي اعتماد على مصر وهذه فرصة كبيرة للمين يعني إحنا بربطنا بمصر علاءات صداء وخوة وعلاءات تاريخية أكتر من ممتازة فإذا علينا أن نطور بمعزل عن منتدق غاز شرق المتوسط ووجود الجامعة العربية صحيح طبعا يعني أكبر ولبنان عدو مؤسس بجمع العربية فإذا إحنا اليوم مدعوين إلى بلورة إطار تعاون نفطي وغازي وعم صوت طاقة مع مصر ممكن كمان يساعد البلد ويخدنا لمرحلة تانية ونستفيد منه على كل الصعود يعني دكتور سكيف أنت اليوم عم بتقول هذا العمق العربي للبنان كل ما اقتربنا منه يعني تسهلت أمورنا الاقتصادية إن كان من ناحية الطاقة في موضوع الغاز وان كان من ناحية الاقتصاد والنقد من الخليج العربي وخاصة مجلس سعر لا يمكن نفصل لبنان على المحيط العربي لبنان مرتبط عضويا بعدين دستور واضح يعني لبنان دولة عربية يعني أخر شيء في مرجع دستوري عم نحكي فيها فإزان اليوم بالسياسة وبالاقتصاد بالسياسة وبالاقتصاد وحتى يعني اليوم في علقات حسن جوار يعني اليوم تاريخيا كل مهوى خير أتينا من هالدول هذه بالعكس ولا مرة لكن دول العربية إلا ما داعي من لبنان وقريبي من لبنان بكل خياراته الاستراتيجية والاقتصادية ونحن نعرف اليوم البلد ما فيه يرجع اقتصاده يقلي يعني أنت اللي ترجع تحكي اليوم تقلي بالاقتصاد بدك إصلاحات بنوية وبدك دعم خارج من يملك الدعم الخارجي اللي يملك الدعم الخارجي بشكل واضح إنه الدول العربية والدول العربية اليوم مستعدة تساعد لبنان إنما بده يكون لبنان منه بقى منطقة لحتى يكون منطقة معادات لها الدول العربية أو انطلاء لها جميعات عليهم أو انطلاء لها جميعات عليهم فإذن ضروري تليوم هالخط الغاز هو أو ممكن حتى الكهرباء كمان عم نحكي باستجرار كهرباء من الأردن عبر سوريا إلى لبنان فإذن هيدا خلينا نستعملها نحن كوسيلة أو كأدات لنرجع نشبك مع محيطنا العرب لنرجع نأكد على سوابتنا اللبنانية اللي قائمة على حصن الجوار مع عم أنا العربية كان بمصر أو كان بالخليج أو كان بالأردن وهيدي بعتاد بتكون أنا جدا مهمة لحتى نقدر نقطيها المرحلة جدا صعبة لأنه نحن اليوم بلأ الغاز وبلأ الكهرباء يلي ممكن استوردة ممكن نوصل للتوتر البلاك أوت يلي هو عمليا انهيار الكامل للدولة يعني نحن الدولة تقريبا نهارت للأسف وإنما التوتر البلاك أوت ممكن يساهم بالانهيار الأكبر شرقا يعني اللي طرع حتى بعض القوى السياسية وخاصة بيظل حكومة الرئيس حسان دياب لم تأتي على لبنان بأي جدوة اقتصادية من نفح حتى الساعة هذه أصلا نظرية سقطة يعني لأنه أول شي إذا بتحللها بيعكزها طبقا المستوى السقافي يعني معظم المكونات اللبنانية مرتبطة ارتباط وصيق بالغرب يعني كان بالعلم أو كان بالسقافي أو كان بالجمعات وليس فقط المسيحيين يعني نحكي المور مثل ما هي يعني اليوم نعرف احنا المسيحيين عندهم تاريخيا علاقات أكتر من ممتازة مع فرنسا ومع أوروبا وإنما كل الطواف اللبنانية اليوم وليد عم يتعلموا بجماعات الغرب وعم شغلوا بالغرب وعندهم صار ارتباط سقافي عضوي بالغرب على المساوى الاقتصادي يعني اليوم الشرق لا يملك الميد يعني اليوم التنظير هين إنما الفعل أمر تاني يعني اليوم أنت اليوم يعني نحنا بالمفهوم الحضاري منا ضد الشرق إنما اليوم بمفهوم مصدرة الأرار ما جينا لا أكيد نحنا ضد هالموضوع هذا قطعيا يعني وأضف على ذلك أنه ما عنده الإمكانيات يعني لا فيه استثمار عندك ولا قادر يقدم لك أي شيء فإذا وشوفنا نحنا الويلات يلي جبتنا هالنظريات هايدي يلي يلي عم تدمر بشكل أساسي تاريخ طويل من العلاقات ومن الانفتاح وخاصة الانفتاح الاقتصادي من السقافي السقافي والاقتصادي يعني أنت اليوم خيي لبنان بلد يعني حتى يمكن لو عم نحكيها قبل وقت خود رحتك خود رحتك اليوم لبنان اليوم تسلم اليوم لبنان بلد ليبرالي أساس اقتصاد لبناني أساس اقتصاد ليبرالي قائم على المبادرة الفردية ما فيه أنا كني شوية قول بدي أدعم الدولة وبيدي أدعم الدولة نحنا لو كنا من الأساس باقتصاد اشتراكي موجه كان لبنان اليوم غير محل هالتراكم هيدا الاقتصادي والسقافي والحضاري يعني ما لح نسمح للأسف الدولة ما فيها تدعم لأنه عقلية التاجر الليبرالية بده يحتكر يصير وبده يبيع إذا افترضنا أنه سهلت الدولة يدعمها طبعا يعني اليوم الرخاء الاقتصادية اللي عاشوا لبنان قبل الحرب وحتى خلال الحرب يعني ما وصلنا لهذا الدرك الاقتصادي هيدا يعني بس أنا عم بيع كان فتت مقب الحرب بيرجع لفضل لخيار استراتيجي وقت أخدته السلطة أنه يكون لبنان بلد الليبرالي قدر استقطب رؤوس الأموال الأريبة والبعيدة رؤوس الأموال العربية وحتى رؤوس الأموال السورية وكان منارة الشرق والغرب هيدا كله سوا بفضل الاقتصاد الليبرالي والابتعاد عن ما يسمى الفكر الفكر إذا بدك يعني اليساري الديق بمعنى بالمعنى مش المعنى المفاتح بالمعنى الشمولي الشمولي أو بالمعنى الغوغائي اللي بيدمر بنيت الدولة وبيوصل للإفليس كما حالتنا الحاضرة للأسف في لبنان إذن دكتور أنت يعني مع تحرير الأسواق نهائيا اليوم في لبنان بيظل الأزم الاقتصادية لإعادة الانقلاق نحنا معش نغير خيار يعني مش أنواع تخيرني بين خيارين اليوم الخيار الوحيد المطروح ويا ريت هيدا مشينا فيه من سنتين يعني كنا وفرنا على الدولة وعدينا نقل لك شغلي الدعم شو يعني الدعم دعم أنا عم بيخود مصريات العالم بالبنوكي لحتى يعني أنت اليوم أنا شو سفدنا من الدعم كم مره جبنا رز مدعوم أو كم مره جبنا زيت مدعوم أو كم تانا كد بنزين عبينا بوقت فيه ناس عاملوا سرويت على ظهرنا أو على ظهر نصريتنا لا بالزيادة اليوم المطروح شغلي كتير بسيطة هو أول شي أنت اليوم بتشيل الدعم وفورا بتشكي الحكومة لأن تشكيل الحكومة هو يلي لا حينزل سعر الصرف بمرحلة يقول بتعمل شوك بوزيتيف بمرحلة تانية إذا الحكومة أخذ الخطوات المطلوبة الإصلاحية بموضوع الكهرباء بموضوع الكطاع العام بموضوع التوازن بميزانية الدولة بموضوع إعادة التفاوض على اليوروبوند منه لحال وسعر الصرف بينزل بدل ما تدعم أنت نزل سعر الصرف بتكون أنت أخذ فيه أكتر من ممتاز وما تكلفت ولا فرنك فإذا المطلوب اليوم بشكل سريع جدا تحرير يعني نطلع من موضوع الدعم بشكل كامل ومتكامل وبسرعة نشكي الحكومة حرام صرنا 13 شهر يعني حصرنا لآخر هذه الجمعة 13 شهر بلا حكومة من بعد أكبر انفجار حصل غير نووي بالعالم وهذا هو انفجار أربع قاب يلي دمر قصم كبير من العاصمة الحبيبي بيروت واللي دمر الأشرفية ويلي عمل ترماتيس من الناس كفا بالزيادة فإذا اليوم آن الأوان نشكي الحكومة هالحكومة حطنا عطارية الإصلاح نحرر كل ما تبكى من قصص مدؤومة لحتى لأنه ما استفد منها الشعب اللبناني ولكن على الأقل تكون حكومة ما فياش عنصر تعطيل بداخلها تقدر تشتغل طبعا إذا بدنا نعيد حكومة حسان الديب ما قال عازل نحكيها بكل صراحة يعني بالعكس عطي تقفية كثير سلبي وخاصة فيما يتعلق بالقرار الكارثة يلي هو قراءة تفيس البلد يعني أنت اليوم ما فيك تيجي تقول أنا اليوم سمحة البنان رح نحكي عن هذا الموضوع دكتور ورح نحكي عن تشكيل الحكومة بتفصيل ولكن أنا بدي كفي معك اليوم بملف الغاز نتك صغيري لأنه الشعب اللبناني اليوم يعني متعطش لأي خبر بيخليه حس أنه هو بعده قدر يكون عنده مقومات عايش بهالبلد وخاصة من ناحية موضوع الطاقة والكهرباء والشغل وهول أبسط الأمور اللي تبهدل فيهم يعني هالصيفية كان في يعني زلال للمواطن اللبناني على كافة المستويات هذا الغاز المصري الذي يعني سيصل إلى لبنان دكتور سكيف تقريبا شو معقول تكون الكميات وبماذا ينفع بتوليد الطاقة وقداش بيعطينا طاقة إضافية وقداش بيوفر على الخزين اللبنانية وبموضوع كمان استهلاك غاز منزلي بيسو كمان هذا المناصر يعني أول شي عبكرا في اجتماع رباعي بالأردن يعني بين وزراء الطاقة بين بمصر والأردن والسورية واللبنان شل هالاجتماع هذا بنسمع عنه أخبار طيبة مع العلم أنه تقنيا الغاز المصري تدفق إلى الأردن يعني يكفي فقط فحص أو التشيك على الخط الغاز يلي طالع من الأردن إلى السورية إلى اللبنان حسب المعلومات المتوفرة الخط الغاز بده صياني منى كتير كبير يعني لأنه نحن نعرف الغاز ينضغط كل 100 أو 200 كيلو ماتر لأنه كلما ضغطوا كلما ماشي بسرعة أكبر وأخذ حجم أقل فإذا من ناحية أولى الغاز إذا وصل على دائر عمار نحن نعرف أن كلفة إنتاج الطاقة على الغاز هي أقل كلفة يعني الكلفة المتوقعة توفيرة حوالى 150 بين 130 إلى 150 مليون دولار كلفة سنويا صحيح عم نحكي سنويا ممكن نستفيد منه حوالى 400 ميجا يعني هي طاقة مقبولة من مرحلة أولى هلأ من لسبي للإستعمال المنزلي هو المعمل العمار تم تجربته بمشي عدنا صحيح إنما تم تجربته هذا في 2011 طبعا يريدون ريفيزيون سريعة إنما ممكن يوصل معك حوالى 400 ميجا بالنسبة للمعامل الثانية منا موصولة يعني ممكن وصل معمل بعلبك أو المعامل الثانية التي تشغل على الغاز إنما يشتغل على الغاز يشتغل على الغاز وغير معامل هناك في كذا معمال في كذا معمال إنما المشكلة الأساسية أنه كيف بدك تواصل هالغازوديوك لإلهم يعني اليوم في مسافات منا منا بالبسيط وهيدي كلها بدأ استثمارات أنا برأي التحدي الأساسي ساعتها بدك تقنيات تانية يعني لأنه أنت عم يوصل الغاز منه لكيد عم يوصل الغاز بدك تسيل صبح أنت بدك محطات تغويز تقنيات إنما الأساس أنه خلينا نبلش بداير عمار بيأملنا شوي طائل أنه كمان أنت بتعرف سيد مروان بإخر الشهر البووخر التركي فل يعني أنت اليوم حتى تتجنب أنت بدك أول شيء النفط العراقي اللي يشالله لحيوصل قريبا وبدك أنت الغاز يوصل لدير عمار بس ساعتا أنت النفط العراقية اللي يوصل قريبا لبد ما تستعملوا بداير عمار تستعملوا أنت بالمعامل التاني كان فيه مشروع لخط غاز على طول الخط السحري للبنان وهذا كان فيه حتى مشروع أنوت ديميجس نواب إنما بتعرف التراخي والإحتراق بالبني للدول اللبنانية بأخر كل الأمور أنا بس كمان بدي حب وضح شغل الكهرباء وكننا تجنبنا حتى إفليس الدولة وهيدا كمان فرصة أنا لحتى نرجع نحكي بشكل أساسي أهمية التأكيد على سروتنا وعلى حقوقنا الغازية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة لبنان حرام اليوم فيه تقارير جديد تتحدث عن انعدام وجود الغاز في لبنان شفت أنت هالتقارير طلعت مؤخرا كل شيء يريدون منصص أنت اليوم تكون كل دول مجارئ من صديق أو من عدوي الدولة العدوية إسرائيل لا يدغس مؤبيل غزة لا غاز مصر لا يدغس وحتى أبرص لا يدغس إذا كل هالدول التي تتشارك فيها نفس الجيولوجيا نفس البسان هل من المعقول أنه هالدول هالدول تلاقي غاز وأنت ما تلاقي غاز يعني نوارف ممكن بفترات معين يكون حزنا عاطل إنما بفترات تانية إن شاء الله الحز بيقلب لا من ناحية تانية أجريت بالمنطقة الاقتصادية اللبنانية من أكتر المناطق يلي دورست وصار في عليا مصوحات زلزلية صنائية وسلسية العباد صار في عليا شركة بي جي اس وشركة الناروجية والانجليزية من هما الشركة يلي عملت مصوحات واليوم تطالوة تأخذت قرار تحط 85 مليون دولار بحق البيبلوس ببيئر بيبلوس بالبلوك رقم 4 ما كان هذا قرار عشوية واعتباطي هلأ الحقل لم نوفق باكتشاف كمية تجارية فيها بس إن شاء الله بمحاولات تانية نوفق هلأ اليوم في عندك انت البلوك صحيح البيئر لم تكن جيف يعني البيئر لم تكن جيف البيئر كان فيها ترسوبات غازية ما في شاك وكان مش بس أنت اليوم لتدرس هل إن كانية وجود الغاز أو البترول عندك كذا عامل بدك تشوف حرارة البئر ما حدا طلع بهالدولة اللبنانية وضح بطريقة واضحة شو لقلب هالبيئر لأسف دغري بروح لنظرية المؤامرة أنه لقلب بس خبوا اليوم لو لقلوا هذه شركة التوتال نحن معاوضين بالبنانية على الزعبرة هذه شركة اليوم عندها مجلس إدارة عندها فئلة مسائلة واليوم التقرير واضح أنت اليوم مش بس موضوع أنه لأينا كمية غاز تجارية أو مش تجارية أنت اليوم بلغ تاخذ بعين الاعتبار حرارة البئر لأنه تعرف حرارة حتى لا نضيع المستمعين كلها إيجابية إنما مكان الحفر لم يكن موافق أنت ترجع بتعمل اكتيفيكاسيون إنما نحن اليوم لدينا امكانية كبيرة لأن البلوكرا تسعى لأن البلوكرا تسعى هو قريب من الحقول المصري والمصري والإسرائيل فإذا نحن اليوم خلينا نركز على البلوكرا تسعى وكون دي جاء ملزم يعني مش أن أن أنت عم ترجع تعمل دورة ترخيص ثانية وعم تجيب شركات بالعكس توتال اليوم دي جاء اخدي هالبلوكرا وتوتال إذا بدك أجلت الحفر استندنا لأن تعليق المهل لأب 22 بسبب كوفيد أو كورونا فإذا إحنا نركز على الموضوع هذا خلينا نحن نسعي بسبب ملزم توتال تحفر بأب 22 في قبل كمان في قبل يعني إذا بدك استندت إلى أن تعليق المهل حتى أجلت الحفر هيدا إنما هي اليوم إذا لقيت أن مصلحة في جدوى اقتصادية من هلأ طبعا البلوكرا المتصعى كل الاحتمالية يعني أنت عم تشغل على البروبابيلتي البروبابيلتي تلاقي غاز بالبلوكرا المتصعى هي جدا جدا مرتفرة حتى أعلى من البروكرا الماربة فإذا هيدا اليوم يلي يبقى موضوع ترسيب الحدود البحرية مع العضو الإسرائيل نحن نذكر أن الوافد اللبناني سيني كليا لأن ما أولوي هو اليوم موضوع الغاز يجب أولوي هو مفتاح الخلاص طبعا البلد طبعا وهو يعني خشبت هالخلاص هو هو بقى في شخص وضع اقتصادي يعني عم بيراهن على الغاز بيراهن على المغتربين وان في مجال يكون في مدخول لهيدا الشعب عم مفتش علي يعني بيقولوا اليوم لم أفلس قال بيفتش بدافتر جده اليوم دولتنا أفلست الشعب اللبناني فمن المفترض حقل صغير نسبيا يعني تقديراته 2.3 إلى 2.5 تس اف هيدا يؤدر على سعر الغاز والنفط الحالي بـ 18 مليار وهيدا حقل يعني إذا بدك نحنا إذا نخط 29 مليار يعني يعني نحنا الوفد اللبناني هيدا بلوك واحد هيدا هيدا حقل صغير واحد يعني إذا أنت عملت كذا اكتشاف وكذا حقل بتكون صرت بمرحلة مالية واقتصادي كلية المختلفة نحنا كنا مثل مصار بمصر بمصر طبعا وهيدا شي كله سوايا أول ما أجل رئيس المصري السيسي نحنا منذكر أنه اكتشف أكبر حقل بشكل المتواصف هو حقل ظهور يلي نحنا بالبلوك رقم تسعة في بني سيسميك قريبة لأله يعني في بني ترسبية ترسبية صحي قريبة لأكتشاف حقل ظهور إن شاء الله يا رب نحنا كنت سألتني وين كنا صرنا بالملف نحنا إذا تذكر السيسيز مروان الوافد لبنان المفاوض كان سبت حقل لبنان الأنوني والتقني والعلمي بالخط تسعة وعشرين ووافد المفاوضات من بعد ممكن تكون دخلت ببعض البزارات والمتهات السياسية إنما هيدا موضوع يجب عطول أنه يتابع وأنا برأيي لازم لبنان يرجع يحرك هالموضوع كان على صعيد الأمم المتحدة أو كان على صعيد المفاوض الأمريكي لأنه اليوم بدل ما تيجي أنت تدور كيف تساعدني خليني أنا تطلح الغاز خليني أنا رتقه لموضوع الغاز يمكن ساعة تصبح من بحاجة الشركة الملتزمة من تطلح مشواردة تبلغ تنقيب قبل أن ينحل النزاع هيدا هي فيها تبلغ لك شغل أستاذ مروان يعني يلي حكيناك كذا مرة قبل في بنية سيسميك في بنية جولوجية هيدا احتمال كيفية غاز جدا عالي وهيدا للأسف تتجاوز الخط 23 هيدا أنت اليوم بقدر ما تريح تطلح بقدر ما تقرب من هال البنية لأن تطل كمان اليوم إذا حفريتو لقيت غاز وإجت إسرائيل قالت أنا إلي حصة من هالغاز هيدا فتنا بمشكل نزاع دولة بنية بالمية بنزاع دولة وتطال ساعتها الحفريالي والإسماري اللي عنوتو لح يوقف يعني حق الأفروديت بإبروس لأول أبارسة 2012 لهلأ لحتى يبلش ويقدروا يستثمر لأنه كمان كان في قصة منه مشترك مع أسري فإذا أنت اليوم بقدر ما تريح تطال بقدر ما تطال بتقرب يصير يمباع من هالحقل ويتقصم بحسب النسب صحيح أنت اليوم عندك شيء اسمه APA يعني Exploration Production Agreement هو يلي يرعى العلاقة المالية والاقتصادية بين الشركات المنقبة وبين دولة البنية فإذا بس حتى وضح الشغلي بشكل سريع تطال بقدر أنت ما تريحها بموضوع ترسيم الحدود بقدر ما تقرب من الحقل يلي فيه احتمال لإغاز عالي وبهالحالي هاي دي بتكون أنت رتحت والطال رتحت والكل رتاح فإذا مطلوب اليوم نرجع نحط بأولويات الدولة اللبنانية موضوع ترسيم الحدود البحرية لأنه موضوع في منفعة الحق عصنا كمان بعدم تقويع المرسوم طبعا أكيد يعني فات بالبزار السيس يعني اليوم الخط 29 يلي يلي سبتوا الوفد اللبناني هو خط علمي مسبت يعني منا عم نحكي بقصص ووفد اللبناني كان مدعم بحيس طبعا طبعا أنت اليوم عندك رأس النقورة كل المحاكم كل الحكام الصادر عن المحاكم الدولية يلي تحكي عن الخطوط العادلة والتقسيم العادلة للخطوط وعن عدم أخذ وزن يعني أنت اليوم لماذا نرجع ونذكر فيه هو جزيرة تخرة إسرائيلية يعني اليوم هل ما قولي جزيرة ما بتطلع بحجم بلسين أوليمبيك تخسرك 1800 كمان شي مش منطق فإذا اليوم هيدا كمان جزء من الأولويات يلي يجب أن تخذها على صدر أي حكومة تشكل في لبنان ونرجع نروع الأمم المتحدة ونحكي مع الأمريكان بشكل واضح أنه نحن حقنا الخط 29 هلأ نبقى بس حقنا الخط 29 إنما نحن ما سكرنا بالتفاوض خالد تفضل يا جينب أمريكي شو عندك أنت حل اقترح حل عادل بذكر أنه حتى بين وبين كندا كان في عنده أشكالية جزر وحلى بطريقة جزيرة مين وجدنا يعني ما بكفى أنه سرقوها صحيح سرقوها وعلنوا فليسة صحيح سرقونا نحن مرتين وأول مرة سرقوا كل الضرائب التي كنا ندفع هذه كانت لحالة تحسن البلد وما تكون محاجة لأستداني ورجعوا ومدوا إيديون على وضيع الناس بالبنوك للأسف نسرقنا وثالث مرة دينك مخاطر خفيت بشكل جدا كبير وتصنيفك بدل يعني أنت اليوم صبحت الدولة عدا عدا ما تملك الدولة من دهب ومن مرافع عام اللي كلها بعدها ملكة يعني محمزك الدول البنانية واحتياط إلزام ودهب ومرافع عام صار عندك أنت موارد إضافية هايدي كمان بتعزز لك ملقتك تانيا هايدي بممكن أنت ترجع تعيد السقا يلي انت فقدت وتالتا يعني اليوم شو أمية المشاكل باللدنين شو أكتر مشكل شو الفلس الدول اللدنانية معقول حط خيعة كهربا مش موجودة 45 مليان يعني الوزيرة بستاني بيلا بابرهيم السقر ومبعرف مين وهني يعني أخدوا هذه الوزارة رهينة على 15 16 سنة واليوم نطلع تنرجع السورية تنمرق كهربا من عندهم كمان هذا الشي مش مقبول يعني يعني للأسف انت اليوم تخير أسيز مروان كلفنا الدعم 1500 يعني انت لكن مصر في لبنان دعم 1500 بحويل 40 مليار على فترة 30 سنة محطوط على كهربا مش موجودة 45 مليار وهوني أنا بسأل سؤال الإضافة طيب ليش التأخير خيي بس دعم الدولار فاد نتفي الشعب اللبناني طبعا أنا 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 دعم الكهربا دمر الشعب اللبناني أنا 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 لو كانت الكهربا محلولة كانت بيت على 15 30 40 سنة لقدام يعني وقدرت خيالي شعبك برا فهي معين طبعا اليوم كل العالم أهمية كان 2005 ومفاعله على المستوى الناس الاجتماعية صحيح أنا اليوم بدي شوفوا ليش أتأخي خيي اليوم بالشراكي مع الكتاع الخاص يعني أنون الشراكي مع الكتاع الخاص أنون أقروا أقروا مجلس نويب يعني منا بحاجة نحنا لإطار أنون تفضلوا بلشوا أنتو خيي شراكي مع الكتاع الخاص ولحقين أنتج بمعامل مركزية يعني واليوم عنا نموذج لسبع سنين هو نموذج كهرباء زحلي يعني اليوم كان عمستوى الصياني أو الجي بي أو الخدمات كان هيدا نموذج ناجح تفضلوا أنتو صابونا شوية بالعين إنما إن شاء الله يعني أزمة يعني تعرف اليوم أزمة الديزل هي أزمة معممة على كل لبنان يعني على لبنان وعلى سوريا طبعا وجزء كبير حتى جزء منه سياسي يعني طبعا اليوم إنما إنما الكطاع الخاص ما إلنا أمل نحن بلبنان إلا إلا بالاعتماد على الكطاع الخاص بموضوع الكهرباء تفضلوا بلشوف شراكي مع الكطاع الخاص في نموذج زحلي إلى مركزية معي لا مركزية ما هي إلى مركزية في عندك نموذج زحلي اليوم فيك تعممه فيك تطور فيه إنما تبقى الأمور مترهلة بهالشكل وناطر لتعامل معامل مركزية لا إذا إنتجنا اليوم يدار عمار على الغاز عندك إشكالية تانية كيف بدك تجبه مين بدك يجبه الهدر الفني شو تعمل فيهم يعني اليوم إذا صار فيه عجوبة وانتج تلتاليف ميجا اليوم بلبنان هتلتاليف ميجا كيف بدك تلمون إذا ما عندك قليت رحكي فيك مطولا هلأ اليوم الشعب اللبناني يجب أن يعي من اليوم فصاع بأنه يجب أن يدفع فاتورة الكهرباء بسعر حقيقة أنا سميت أنه مرحلة الألف وخمسة يعني تعرف الواحد وطيينه المرحلة مرحلة بتيخد وقت للسواعد ألف وخمسة مفاعلة للأسف خلصت يعني بلشت عم ستوى ستنماركت تنفعل كمبيلات بس أي هيدا إن شاء الله بتكفي معقول ما تكفي دكتور لا إن شاء الله بتكفي لأنه طبيعات تكون سيئة على المواطن وعالمصارف لأنه اليوم مصارف ديانتك على أساس مدخولك على الألف وخمسة أو مدخولك بلدنين اليوم إذا بده يتغير هالموضوع هيدا بده أليه تاني أكيد وإلا بتصبح كل هيدا كمان ديون هاي لكي تكون عم زيد أزمة على على نحن اليوم إذا بدك عصر الألف وخمسة بلشنا نفقدو شوية شوية يعني أول شي بالسوبر ماركت في بموضوع على ترنبا اليوم بالكهرباء فإذا هلا هو بلشنا يعني أن 4-5 شوار ببيروت شي مش مقبول أنا بده شغلي كمان الاتصالات اللي حنفقدها يعني اليوم كل شركة الاتصالات هي وضع المالي منو 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 جاي منو منو متوازن فإذا نحن اليوم فتنا بمرحلة جديدة المرحلة الجديدة لحتى نقدر نتخطها بأقل تبعات مش الحل بيكون أنا بزيد المعاشد مثل بعض الجهابزة الاقتصاديين قول اليوم أنا بزيد معاشد بطبع بعلي سعر أنت اليوم تعمل حكومة بشتوب صفرين بشتوب صفرين أنت اليوم مطلوب شغلي وحيد عمول حكومة بمجرد ما تكلف رئيس مئاتي نزل دولار 22 17 بعد ما عمل شي فإذا اليوم المطلوب تشكيل الحكومة هو الذي ينزل سعر الصرف إذا الحكومة قامت بشغلة مظبوط بموضوع الكهرباء بموضوع الكطاع العام بموضوع اليوروبوند بموضوع التوازن المالي بميزانية الدولة منه لحال الدولار بنزال ونرجع منعود إلى توازن بحد أدنى مقابولين أنا اليوم بدل ما إيجي إدعمك فرق 12 للعشرين نزل دولار للعشرين ولا ما تدعم هذا والأرضية اليوم تحضرت للحكومة يعني اللي كان طالبه صندوق الدكتور سكيف من الحكومات أو أي حكومة ستأتي من موضوع رفع الدعم من تحري الكهرباء تحري صعر الصرف القطاع العام صار صار بعد عنا تعرف التكار بدون حد تحمل إنما المسؤولين بدل ما يكونوا عم يشوفوا المريض شو بدوا ويهتموا فيه ويحاولوا يخلصوا للأسف ما بغير كوكب يعني من هوني بدى 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 صورة دكتور سكيف يعني أنت تصورك الحل يعني اليوم الغاز ترقيع النفط العراقي ترقيع مزوط المولدات ترقيع اليوم الحل بهذا الموضوع ماروان اليوم الحل السريع الوحيد المتوفي هي نذهب فورا لشراكي مع الكطاع الخاص على مستوى الأقضية أو أكبر شوائد من الأقضية لأنه هذا الحل الوحيد اليوم متوفر أنت أول شيء من الميلي بتكون ضبطة العملية وطلعت المواطن من سيطرة المولدات عليها لتعرف كمير حتى اليوم ما في منافسة بين المولدات يعني أنت اليوم إذا بي حي ما فيك تاخد من مولدتاني وإنت اليوم بمجرد أنت ما رحت لشراكي شراكي مع رقابة الدولة عليها بتكون أنت أوش يريحت المواطن أمانت كهرباء بالحد الأدنى بانت زار معامل تعامل كهرباء لبنين معامل تبيري على الغاز أو طاقة بديلة وفيها ساعة كهرباء لبنين تبيع الشركات يلي بالأقضية أو تحول معاملها الموجودة اليوم يعني كهرباء لبنين هل عند إمكانية اليوم أنا أعطيت مثل شوية أنا اليوم أنت شلت تليف ميجا في لم هل حق هي اليوم الكهرباء بالرغم من رخصة ومسارة الزهيد وفي زهنية عند المواطن بعض المواطن ما بدون يدفع أنا ليش أنا ساعة بدي اتحمل كمواطن الملتزم بدفع درائبة وببون بيواجبي الدرائبة على أكمل وجه ليش أنا بدي اتحمل تبعات تأثير حدا تاني وتأثير الدولة خلينا نروح خلين احنا لشراكي مع الكتاع الخاص كل منطقة تحمل مسئوليتها كهرباء لبنين بمرحلة تانية أو او او زه بلش الانتاج على الغاز ساعتها فيها يتبيع الكهرباء للشركة وهيدي وبتستوج بالرسم بدون ما تكون بدون اشتربح كهرباء لانه حتى اليوم المشكل عند كهرباء البنين حتى بالسعر الزهيد يلي عم تنتج فيه ما عم تلمو وهيدي اشكالية كبرى فيه ثلاث سنين لا وراء مش ملمومين صح حتى اليوم الاشكالية كبرى في كتير ملاطئ اليوم ما عم تدفع الكهرباء والتعليق والهدر الفني الى ما هونالك فاذا ما في خلاص الا منرجع لموضوع الاقتصاد الليبرالي خلينا نحن نروح لشراكة سريعة مع الكتار الخاص منحط الى الانون موجود يعني ما بدنا نعمل كل يوم مئة الانون ومئة خبرية لا الانون موجود نروح لشراكة مع الكتار الخاص بانتظار انه يصبح معامل مركزية تقدر ترجع تخفض سعر الكهرباء من الديزل الى القطاع الخاص مهيئ بلبنان وهل هناك من شركات دكتور حب تفوت ما هي لك شهر سيد مروان اليوم اذا انت بتجي بتقول بدي حط استثمار مليار دولار اكيد اليوم ما حدا لحيفوظ بالوضعية الحالية انما اذا زخرت انت امت الاستثمار بدراسة مع اوري لا اليوم فيك تعمل مشاركة صغير انت امت استثمار لا اكيد اليوم كل العالم الكهرباء اخر شي ربيحة ملنا ملنا خسيرة يعني طبعا دكتور هيدا كله بيتطلب شغلي استقرار سياسي وامني الاستقرار السياسي هو بيبدأ بحكومة طبعا هيدا الحكومة وانتخابات نيابية مبكرة دكتور كيف ترى يعني شكل الحكومة المفروض تتركب لكي تكون انتاجيتها في الاقتصاد اولا لانه اليوم الشعب اللبناني يعاني ازمة اقتصادية قبل الازمة السياسية كيف تلاقي شكل هذه الحكومة يعني اول شي اي حكومة تكون فعالة بدي يكون عندها 3 ديمانسيون اساسيين اول شي المعرفة التقني يعني انت اليوم ما فيك جيب وزير طاقة ما بيعرف بالموضوع او ما فيك جيب انت وزير زراعة ما بيعرف الموضوع او ما فيك جيب وزير صناعة ما بيعرف بالموضوع نعم تاني شي بده يكون عندها بعض اقليمي يعني بده تكون هي مرتبة وضع لبنان مع عمق العربي والخليجي وبده تعمل ترجع تبني علاقات جيدة مع البعض الدولي للدول اللبناني هات هات ديمانسيون اذا اجتمع مع بعض ممكن نحنا نلقي نتيجة بشكل سريع انما اذا بده تكفي عقلية وزهنية المحاصصة واليوم اليوم التنيتوش على الحقيب هل يجوز يعني عيب يعني اول شي اول شي اذا بدك الانجازات اللي بالمرحلة السابقة انجازات غير موجودة لبالعكس كاريسية خلينا نحنا اليوم بالعكس نروح نحنا نحاسب على الانتاجية مش نبقى بعقلية انه البلد فلس يعني الدولة المركزية فلست ما عاش قادرة تقدم شي للمواطن بالعكس صار تعب على المواطن اليوم الدولة المركزية صار تعب بقى اليوم المطلوب من الحكومة عندها الاشخاص بده يكون عندهم خبراء بده تكون قادرة ترجع تعمل شبكة امان عربية وشبكة امان دولية مستقلة بالحد الأدمى ما يتأثر طبعا وفي لطة أساسية نحن بشبكة الأمان العربية والدولية يعني انت اليوم ما فيك تكون طرف يعني هون نجع من فوت لموضوع يلي طرحوا سيدنا البترك موضوع الحياة لبنان ما في تحمل أزمات إقليمية لبنان حجمه أصغر من حجم الأزمات الإقليمية تفعينا تعلمهم بالتاريخ معلها لحتى تفركشها فإذن خلينا اليوم يا عمي بعد في إمكانية لحتى تجلس العوجاج طبعا طبعا أكيد يعني اليوم البلد إذا أي حكومة تشكلت ما عمت شبكة أمان عربية إقليمية ودولية أقله بعدت عن المشاكل المطروحة لأنه اليوم خي أنت بمنطقة اضطرابات ما فيك أنت كل خمس سنين تتحمل طبعات مشاكل سياسية وأكلمية أكبر منها وخاصة